يواصل فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين في مباشرة عملياته الميدانية ضمن مهمته الإغاثية الإنسانية عملية سواعد الغيث في البحث عن الناجين والعثور على الجرح والمصابين والضحايا من تحت الأنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا نعم وذلك امتثالا للتوجهة الملكية السلامية من لدن جلالة الملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وتأتي مشاركة فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين انطلاقا من مبدأ تقديم المبادرات الإنسانية التي تقوم بها مملكة البحرين اتجاه الدول الشقيقة والصديقة ومسعيها الخير دائما لوقوفها بجانب المتضررين ومساعدة المنكوبين في مختلف دول العالم والتي انعكست جليا على مبادرة الفريق من خلال ما يقدمه من جهود مشرفة لأداء هذه الخدمة النبيلة ولما يتمتع به من جاهزية تامة لتقديم الدعم اللازم للأشقاء المنكوبين في تركيا ضمن عمليات البحث والإنقاذ وتنفيذ مثل هذه المهام الجسيمة بروح معنوية عالية